يا مساء الخير أهلا بيكو حبايبي وارج الثور يا دلع ودلع ايه ده ايه ده ايه ده ايه نبدأ ايه الثور حاسس اوان حاسس ان هو حر يعني انا حر افكر في اللي انا عايز افكر فيه اعمل اللي انا عايز اعمل في الوقت اللي انا عايزه اعمل شايف ان هو عنده حرية وعنده قيادة تمام عندنا 7 of ones اولا افكاره كتير جدا يعني مفيش مشكلة عند الصور شايفها شهر ده ملهاش حال يعني بعون الله انا حل اي حال فشايفه حالة اسجاعدان حلوة جدا جدا وفي حالة يعني قوة شايفه عنده قوة وافكاره حلوة جدا جدا يعني problem solver تمام كوينز بالنسبة للحلالة المادية اما الثور يعني بيستحبل فيه اكثرته بالوقت يعني بصو اللي بيجي بيتصرف يعني ما تدوش فلوس خالص الصور الشهر ده كأنه هو الحمد لله بيجيلو يمكن اي امكان كتير او اولي بس بيصرفه على طول طيب بورج الثور طبعا دي حريتك الشخصية بس يعني دايما اعمل حساب البكرة الحالة المادية شايفها مش مستقرة الشهر ده او يمكن انت السبب فيها انه انت اللي بيجي لك بتصرفه بس هو شكل من اشكال عدم الاستقرار المادي تمام شايفها عند بورج الثور كمان اما انه هو بيعمل رياضة معينة تمام بتتطلب مرونة في جسمه ويمكن دي تكون نصيحة كمان لبورج الثور خلي بالكو لو الحاجة هي ايجابية ومش حاصلة معاكو ممكن يعتبر الكارت ده انه هو نصيحة النصيحة اللي جاي لثور انه انت تتحرق تقطك حلوة جدا والصحة شايفها كويسة جدا حاول انك انت تلعب رياضة واتحرك كده جسمك اوكي تمام عاطفية لك لا فيه حلعة عاطفية عند الثور لم يسبقها مثيل شهر ما شاء الله الروع بصه الحلويات اول الحالة ده ايت اوف كابس الثور يا اما داخل علاقة جديدة ويعني عين في بحر الحب تمام غرقان يعني غرقان يشوشته مشاعر كتير قوي قوي عنده يعني بص بيحب لا بيحب قوي 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 سواء علاقة جديدة او قديمة بس خلينا نقول ان الحالة دي الواحد ما بيحسهاش قوي غير في العلاقات الجديدة علاقة لست جديدة فهو بقى ايه خلاص يعني مغيب بيبقى ايزاش يبقى مغيب تمام او انه هي علاقة قديمة بالفعل بس الثور يعني كأنها جديدة بالنسبة له غرقان غرقان في الحب بيحب شريكه جدا جدا وشايف انه هو في حالة سعادة غير طبعية وبيبتدي يتصرف تصرف يعني طفولية جدا كأنه رجع طفلة صغير بيمرح بيلعب مش شرط على فكرة يكون للناس اللي دخلها في العلاقة جديدة او في العلاقة لا تور حتى السناجل بشكل عام شايفاء شعالدش يعني بيعمل تصرفات كده أطفال يعني بيلعب بيجري بيتنطط مبسوط شايفانه هو ما شاء الله روحه المعنوية الشهر ده مرتفعة جدا 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 وبرده الكارتين دول يقولي بإحساس من الحرية يعني حاسس انه هو حر طليق ده احساس فعلا بحلب يعني ممتع فعلا الثور عنده ايه كمان؟ انا شايفة انه الثور عنده كارت الجوجمنت ده بيقفل مسألة كانت مع الزباء وتعباء خدوا بالكو بقى قوي 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 من الحتة اللي جادي ده حاجة كانت مقرقة حياة الثور وارفاف عشته وكل ما يفتكرها يتوجع ويتقلم ويحس انه هو مضمر تمام؟ الثور بيقفل المسألة ده وما بيرجع لهاش تاني من ناحية ان لو تذكرت قداو وحد فكروا بيها الرياكشن بتاعه مش زائل لكده مش زائل هو يتوجع كده ويزعل ولا تنسى بحاجة الموضوع فعلا تقفل من جواب بس ايه اللي خليه تقفل؟ تفتكروا ايه؟ انه هو خلق السعادة جواب يعني خلينا نقول هو فكر بالتفكير ايجابي ونجح انه هو يمسح اللي حصل ده بقى ستيكا خلاص يعني هو بدل الطاقة السلبية اللي كانت عنده بدلها الطاقة ايجابية فبالتالي الحاجة اللي كانت تعباة اختفت ده فعلا حاجة تثبت يا جماعة انه احنا اللي بتقرر المشكلة هتأثر علينا لانهي مدى هل هتأثر علينا لمدة شهر لمدة سنة لمدة ست سنين ولا العمر كله ولا مسافة ساعات انت اللي بتحدد وهي الطاقة لسلقى موجودة وبايدك انت تخليها طاقة فرح وسعادة او تخليها طاقة اسعى وحزن فانا شايفة انه بناء على اللي عمله الثور اللي هو دير عبرياضة تمام ما ليه تشقلب جدد من طاقته تمام الدماغ اللي عمان اتنور دي والافكار الحلوة اللي هو عمان يحسها والقوة اللي هو حسسها من جواه والقوة قوة عقله قد ايه انا مسيطر على العقلية ده حاجة عبا وشوية فن شوية لعب كده زي الاطفال مبسوط انا تمام بقى مبسوط فانا نجم الموضوع بالنسبة لنا بتاع تمام الكارت ده كمان بيوحيلي بورج الثور اللي كان بيعاني من المشكل الصحية وطعبان من حاجة بيعاني من حاجة كمان الحمد والله شفاء كارت بقى ده 9 of ones ده انا شايفة انه برده العيلة العيلة اما دي بداية عيلة جديدة عند بورج الثور تمام او عيلته هو العيلة القائمة بالفعل بقد وقت فعلا مشرق مشرق يعني حاجة فعلا توحي بالاستقرار بالحب يعني رهو ابو ام بيراعوا لهم اوي بيخرجوهم بقد وقت فاميلي تايم بس كوالتي فاميلي تايم مش خروجة بعدي انا اكد فيها قرف لا نعم دي فيها استباع وحب وحاجة ان شاء الله يعني فعلا حلوة جدا ودي برضو اللي ما بيحصلش عنده كده دي نصيحة لبورج الثور دي حاجة كمان هتعزز الاحساس اللي عنده جدا 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 وحتسقله اكدر عندنا ده هرمت كمان الثور بالنسبة يمكن ده يكون يخص العمل عند بورج الثور الثور كأنه منسحب شوية من العمل بس هو مش منسحب يعني ديمش بيسيب شوغلو لا هو منسحب شوية لانه عايز يبص على الموضوع من بعيد شوية انتو بتعملوا ايه انتو بتعملوا كده لانه طيب انتو حد عايزين تتأذوني ولا انتو عايزين تعملوا مشكلة يعني شايفة ان التور بينسحب شوية بياخد يعني تايم عود كده من شوغله وعايز يبص على الزمايو او شركوه في الشوغل من بعيد شوية انه هو يقيمهم صح وده زكاء من قطع نظير يا بورج الثور وده فعلا انتو لازم تعمله لان انا فعلا شايفة انه في ممكن يكون في اعداء فعلا تمام فابعد كده وبص من بعيد احط اكتبارات يعني يحاول تعمل اختبارات كده بحس ان انت تعرف الناس دي فعلا نوعي على الغدر او نوعي انهم حاهمون قصد يلابسوا بحاجة يقوهم هم مصر عانين غلط ويلابسوا لك الاشياء اللي بتكاين لدي ربنا يسمع يسامح اللي بيعملوها الاتموسفير اللي بشوية بيقبشظ فشيطان هوه منسحب شوية بس خلي بده تروا خد باله قوي وخد باله جدا أنا بقى بكلم الناس اللي بيتعاملوا مع برج الثور في مجال الشهر لا ده مساهل قوعوا تفتكروا ان انتو ممكن تتحكوا عليه او انتو تستغفلوه او يعني او تيجوا عليه بقى شكل مشكلة بصحلكوا جدا ومركز جدا 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 القراءة الروعة يا برج الثور بجد حاجة الروعة يعني بجد الروعة يقول انتو الشهر ده مثال يحتزى به دعيلوا بها نشوف راية الفور عطفية بصوا بها الفور خلته عامل ازاي؟ لا عطفية انا اشوفها كويس قوي قويس قوي لا بيت يعني لو هو بيت فالبيت ده ننور ننور طاقة ننور حب ننور سعيدة ممكن يكون البيت ده انت من جواك برج الثور ماشاء الله منور سعيد مبسوط متفائل بالنسبة للحب هون مبسوط جدا دلوقتي انا شايف ان حالته كويسة يعني مستقر تمام شريك الثور الناحية التانية عنده سابن او كوينز انا شايف انه هو يعني هو كمان كارت ايجابي جدا وحلو جدا بس انا شايف انه هو مهتم بالمادة اوي مركز بالمادة جدا ويمكن يكون تقريبا كأنه اشتغل على حاجه كتير قبل كده ولسه ما خدش يعني ما جناش او ما حصدش اللي هو اشتغل عليه فبيحوم هو يحصده دلوقتي كبدا ممكن يكون لي معنى تاني برضو بيوحيلي بالعطاء بدون مبهود يعني الثور محتاج يطلب من الشريك علشان يهتم بيه او عشان يديه له حاجه لا هو دائما يديه له الواحد اوكي الثور عايز ايه الثور عايز ايه اول نفسه بيحب شيكوا جدا دلوقتي لو العلاقة دي لسه ما تخلتش فيه منطق رسمي او انه هما علاقة جندية يعني فانا شايف انه هو عايز ده انه العلاقة تبقى خلاص بجد لو هما ملطبطين بالفعل فهو شايفه يعني عايز يقرب منه اكتر عايز يبقى فعلا يقوب كأنهم شخصين في الجسم واحد في شخص واحد يعني جسمين صورين في شخص واحد فعايز يقرب جدا جدا من شريكه شريك عايز ايه؟ ده كانت اسمه جوستس العدالة تمام؟ فخلينا نقول لو كان الشريك ظلم الطور قبل كده فهو حبب يعدل ميزان العدل انه هو يعوضه انه هو ينصفه انه هو يعني العجل يحقق العدل جوستس انه هو يظهر معنى انه حصل ظلم قبل كده فانه هو الشريك عايز يعمل ده فدي حاجه حلوه جدا جدا يعني ياريت وان شاء الله تقدر وتعوض شريكك اي حاجة انت ممكن تكون السببت فيها او ما تسببتش فيها يعني ممكن يكون شريكك مظلوم من حاجة تانية مش انت ملكش علاقة بيها خالص فانت بتحاول انك انت تعوضه او تجيبه حقه تمام؟ عموما الكلت الحالتين هاي لينه الطور شايف شريكه ازاي؟ اما انه الطور في حالة ندم ندمان جدا من جواه هو بتعذب من حاجة معينة اما انه هو اخطأ فهو يعني موجوع بسبب الخطأ ده او انه في حاجة بره الموضوع خالص وجعاه وتعباه بس هو الوجع في القلب يعني هو كويس الحمدلله صحيح كل حاجة بس هو متعذب يعني نفسيا متعذب من حاجة طيب الشريك الثور شايفه ازاي؟ بصوا هو الكرت غريب فعلا في وسط القراءة بس ده اللي انا شايفاه انه ده الشريك شايف الثور ازاي؟ هو عامل حواك جزد حوالين نفسه اللي هو لا ما تهوتش هنا لا انا مش هسمح لك تاني او او يعني يعني عامل زي صور حواليه بيحمي نفسه وده طبعا يمكن يكون ده ري اكشن طبيعي نتيجة انه هو اطرس قبل كده فحاطت حواجز بيحمي نفسه تمام؟ والشريك حاسس بدا شايف الحاجز اللي انت عامله انه لا انا يعني مش هبين لك او ان انا يعني ان انا بحب بحبك او ان انا عايزك فهمين قصدي؟ فهو عامل لنفسه حاجز او درع انه الشريك ما يعرفش ان هو يخترب تمام؟ اوكي اتقنا بينكم 10 of cups انا ما قلت لكم التاقة ما شاء الله ما فيش بعد كده للا حب كتير حب كتير حب كتير يعني سواء بتبينوه او ببينوهوش لبعض يعني لكن انا شايف حب متبادل كتير جدا ما بينه ثور وشريكو شايف معراحة كتير جدا وشايف احتفالات ممكن يكون احتفالات كمان طيب ايه اللي بيحصل الشهر ده عند برج الطور عاطفيا تمام؟ عاطفيا خينا نقول موت مرحلة وبدأت مرحلة جديدة كويس وده بالصبت اللي انا حسيته فيه ما تخافوش متكارك يعني هو شكله اي خوف بس ده ده موت مرحلة فيه مرحلة كان بيمر بيها الثور خلاص ماتت انتهت وبستقبل مرحلة جديدة بعملية التحول اوكي التحول يعني ممكن جدا يباني ايجابي في ساعتها باول لما يبدأ او الاول لما تبدي تحس او تشوف المرحلة التحول ممكن تشوفه على طول ايجابي وممكن تشوفه الاول سلبي بعدين تفهم انه هو ايجابي وتقتنع انه فعلا المرحلة دي كانت لازم تدهي فسواء حسيت ان الموضوع ايجابي او ما حسيتش فهو ايجابي فيه انتهاء برحلة كان لازم تخلص اوكي وهندخل في برحلة جديدة فيها شمس اكتر فيها رؤية احسن فيها experience اكتر فعملية التحول دي ضرورية فخي نقول ان البداية دي ابتدت الشهر ده تمام ايه المتوقع يحصل وطبعا احنا بقى حلقة التوقعات دي مش عايزين برده نركز عليها اوي شايفه في شهر احنا بنكلم كده بقى في نصف شهر سبعة ممكن يكون فيه خسارة ما بتحصل للثور او شريكو لقدر الله بيتشار فقدان لشخص فقدان لشيء فيه حاجة بتروح من برج الثور او ممكن تكون لشريكو لان هم قريبين اوي ممكن تقصر على الثور بنفس الشكل يعني اوكاي يمكن الله اعلم ممكن يكون يحصل ما بين الثور وشريكو انه بيبعده لسبب ما بس شايفه في شهر التمانية بترجع العلاقة احسن من الاول تاني وبيبقى فيه ايس اف كبس فيه هنا حالة حب جديد كأنه حب فرش يعني ما شاء الله ازاي تعرفوا ادددوا من العلاقة بالشكل ده الناسة اللي مش مرتبطة بردو شايفة ممكن يكون اتمام للارتباط رسمي في شهر تمانية ان شاء الله ربنا يسعدكم ان شاء الله كلكم حلوة الدمين الميزة